اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة طبعا التقرير بين شخصية محمد محسن شخصية طليق بالنادي الاهلي يعني هقول لحضراتكم حاجة عندي بعض الامور اللي علق عليها ومعليش اسمعوني كويس محمد محسن قال اولا ان حضراتكم تابعته المطش الجمعة اللي فاتت كان طبعا المطش كأس مصر كان ليه دور كبير جدا في فوج نادي الزمالك بالكأس وهو كان خلاص قريدي كان حسم انتقال نادي الاهلي يعني الراجل وهو حتى بيلعب في نادي الزمالك هو راجل قال لأنا اهلاوي بس كنت بلعب بكل انتمائي وكل شعوري لنادي الزمالك ودي حاجة ما تزعلناش على فكرة دي حاجة ما تزعلناش بالعكس دي حاجة تعالية عندنا ان راجل بالرغم من هو مضى مع النادي الاهلي وكان يعني خلاص مخلص مع النادي الاهلي ولكن الراجل لعب بكل قوة مع نادي الزمالك وساعدهم ان ياخدوا بطولة فنقول كل التحية ليه دي رقم واحد اللي بحط عليها ميت خط ومزعلتناش يعني النادي الاهلي مضى وكمل عقده معاه بالرغم انه كان من اسباب هزمتنا في مطش كأس مصر طيب حاجة تانية رغبة اللاعب طلاقت مع رغبة النادي عشان الناس اللي بتقولك طب انت بتاخد من الزمالك لعيبة او مش بتاخد لا انا مقدرش كنادي اهلي اتخلى عن لعب زي ده رغبته ان ييجو النادي الاهلي ومتمسك بالنادي الاهلي وقول له لا انا اسف انت مش هتيجي لا طبعا النادي الاهلي متمسك بيه زي ما هو متمسك بالنادي الاهلي وما انا قدرش نسيب لاعب بالان كان يدي ولاعب محترم ولاعب بيلعب باخلاص وبانتماء وحب وعايز يجي النادي الاهلي بحبه وفضل النادي الاهلي مداش تخلى عنه بالعكس لازم اقف جنبه واجيبه ويمدي معانا ويعمل تاريخ جديد مع النادي الاهلي وهي دي نوعية اللاعبة اللي بندور عليها دايما مش بندور بس على فنيات لا بندور على الشخصية دي طيب الاهلي انا بس عايز اقول حاجة النادي الاهلي مبتعقدش زي ما قلنا عن اي لعب لما تبقى دي رغبته والامثلة كتير في كل اللاعب وخليني بس اقولكم على امثلة كرة القدم اللي ليس لها حصر ولعيبة دلوقتي بيتقال عليهم اساطير وكانوا ماضين مع النادي الاهلي ولما تغيرت رغبته انه خلاص وخلاص كان قوسين او ادنى انه العقد يوثق في اتحاد الكرة لما كان مع كرة القدم اللاعب رجع في كلامه وهو لعب من الاحد اساطير الاندي المنافس رجع في كلامه قال لا انا مش عايز اكمل خد عقوده والنادي الاهلي ما تمسكش بيه النادي الاهلي خلاص شوف مصلحتك فين احنا بنتمسك بس بلي تمسكوا بينا ورجع راح النادي بتاعه وطبعا بيقال عنه هات حتى الان ان هو اسطورة ده النادي الاهلي طيب عندنا نموذج تاني انا حابب اتكلم عنه في نفس اللعبة بالصدفة محمد عبد المنعم لعب نادي الاهلي السابق كان بلعب في الزمالك وجبن الزمالك قادما الى الاهلي وكان ماضي عقد مع النادي الاهلي ممتد لسنتين قدام اللعب جيه في نقطة معينة كان السنة اللي فاتت وقال يا جماعة انا مش قادر اكمل بعد اذنك انا عايز انتقل للزمالك انتقل لمين للزمالك للنادي المنافس قال انا عايز ارجع تاني وانا مش بالرغم انه عمل تاريخ كبير جدا مع طبعا النادي الاهلي ولكن دي كانت رغبته النادي الاهلي بالتراضي فسخ العقد معاه وقال له روح اي حتة انت عايز احنا لانا تمسك يلي اللي بتمسك بيه انا عايز اقول لكم ان دي قيم ومبادئ النادي الاهلي ومحمد محصن واضح انه دستور النادي الاهلي ما بيتقالهش معني ما بتجيش انت النادي ولا خد تبضل يا فندم ده دستور النادي الاهلي ما قدتش انت وانت جاي فهمه وعرفه وقريته من تصرفات الناس جوا نادي الاهلي وجمهوره ومسؤولينه محدش هيقوله لك وده اللي حصل مع محمد محصن والده بيقوله انت انضمت لنادي كبير هيكبرك يعني الناس فهمه وعرفه وفهمه دستوره بس محدش هيقولك دستور النادي الاهلي انت لازم تفهمه اهلا بيك يا محمد نتمنى لك كل التوفيق وكابتن محمد مصلحي قال ان دي مش اخر الصفقات احنا عندنا انباء ان في ناس معارضة هترجع وفي صفقات جديدة اتقالوا كرة طائرة ليهم اسلوب معين في التعامل مع الفرقة وكلنا ثقة في محمد مصلحي وكابتن محمد مصلحي ان احنا نستمر متسايدين ان شاء الله العالم كله في الارقام واكتر نادي حصل على البطولات